بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة الكرام والأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وهذه الحلقة السابعة والخمسون من سرد أحداث الاحتلال البريطاني لمصر هذه الحلقة مخصصة للحرب العالمية الثانية مصر دخلت حرب العالمية الثانية مع بريطانيا ومتبعات الحال دولة محتلة لكن كان لامسون السفير البريطاني في مصر يصر على علي ماهر أن تعلن مصر الحرب أن تعلن مصر الحرب على ألمانيا ودول محور طبعا مصر ما كانت ترى ذلك والسبب كانت تتخوف من عدة أمور في الحقيقة تتخوف من قصف المدن المصرية تتخوف من استنزاف مزيد من الرجال والأموال من مصر أيضا تتخوف من أن مصر لا تستطيع إذا أعلنت الحرب إلا أن تمضي إلى النهاية في نتائجها وهي نتائج مجهولة من نسبتي لها فلذلك ما ترى ما كانت ترى أن تعلن الحرب لكن كان لمس طبعا يصير إصرا عظيما على أن مصر تعلن الحرب وسبب من جانب البريطاني هذه مهمة جدا أولا الوضع في مصر آنذاك كانت القوات البريطانية ضعيفة التسلح ضعيفة العدد وكان يخشى من إيطاليا من جهة ليبيا أن تدخل وتهاجم بريطانيا أو قوات البريطانية تهاجم مصر فكان أراد أن تدخل مصر الحرب مع بريطانيا لتؤازرها وتعضدها ضد إيطاليا أيضا التأثير الأدبي كبير إذا أرنت مصر حالة الحرب فإن تقود العالم العربي في هذا الطريق وقد كان امتناعها عن إعلان حالة الحرب أثر سيء على العراق الذي لم يعلن حالة الحرب أيضا لم يعلن العراق حالة الحرب أيضا وكان المفروض أن تضرب مصر مثلا للعراق ولغيرها حتى تحقق المصالح البريطانية لتقود العالم العربي من ذلك أيضا أن إعلان حالة الحرب قد يؤدي في المستقبل إلى تقديم تسهيلات لازمة لبريطانيا وبريطانيا تحتاجها لتسهيلات الدعم اللوجستي كما يقولون أيضا إذا اختل الميزان في أي لحظة الحرب العالمية الثانية وأحزت ألمانيا انتصارات فقد يؤدي هذا لتعقيد الموقف في مصر أكثر وأن مصر ستتردد أكثر فأكثر في إعلان حالة الحرب فكان كل يوم يمضي في الحرب كان لامسون يزيد غضبه سفير بريطاني في مصر لامسون يزيد غضبه ويلح على علي ماهر أن تدخل مصر أو تعلم مصر حالة الحرب على مع الحلفاء ضد روسيا ضد إيطاليا وألمانيا لكن مصر كانت ترفض ذلك دوما إلى أن أعلنت اجتمع وينستون تشيرشيل وستالين رئيس التحادس سوفيتي وينستون تشيرشيل رئيس الوزارة في بريطانيا وروسفيلت الرئيس الأمريكي اجتمعوا في يالتا في مؤتمر القرم وفي بدايات سنة 1945 تقريبا 1365 واتفقوا أن يدعى الناس وجميع المشاركون في الحرب بجوارهم في مؤتمر في سان فرانسيسكو في إبريل من تلك السنة وأن الذي يدعى فقط هو الذي دخل الحرب أو أعلن حالة الحرب قبل واحد مارس هنا رأى المصريون أن يستفيدوا من هذه الفرصة وكانت حرب في النهايات وظاهر أن المجموعة هذه التي انتصرت وهي التي ستقود العالم بعد ذلك لمراداتها وغاياتها فاتفقوا واتفق البرلمان واتفقت الحكومة المصرية على أن تعلن حالة الحرب على ألمانيا وفعلا أعلنت حالة الحرب على ألمانيا ودخلت مصر رسميا الحرب ضد ألمانيا مصر ضربت كثيرا في الحرب العالمية الثانية إلى الآن ألغام بالملايين في الصحراء الغربية المصر لا يدرى بالضبط عددها ولا يدرى بالضبط أين هي مزروعة بالملايين هذه الألغام موجودة وسبب أن بريطانيا زرعتها حتى لا تتقدم إيطاليا ولا ألمانيا من جهة الصحراء الغربية وهذه طبعا ألاف القتلى والجرحى سببت مآسي كثيرة جدا في مصر وفيه هناك مؤتمرات إلى 1495 مصر تدخل مؤتمرات من أجل قضية الألغام هذه 77 غارة جوية وقعت على الإسكندرية 15 غارة على القاهرة 46 غارة على منطقة قناة السويس إلى آخره يعني هذه بعض المآسي التي حصلت على مصر في الحرب العالمية الثانية التي لم تكن لها فيها ناقة ولا جمل معاهدة 36 هذه المعاهدة التي أبرمها النحاس كما قلت لكم قرر المصريون أن يلغوها أنا قبل المعاهدة بعد الحرب العالمية الثانية طبعا الذي حصل أن هناك ثورات شعبية بعد حرب العالمية الثانية محدودة نوعا ما ليست مثل ثورة 1919 كانت هذه الثورات من أجل نيل الاستقلال تكونت حكومات في مصر حكومة إسماعيل صدقي على رأسها كانت من أشد الحكومات وحشية في التعامل مع الشعب وحشية كبيرة هنا جرائم مذكورة لا أريد أن أذكرها لمخالفتها اللباقة والذوق العام لكن جرائم وحشية تتعدى إلى الاعتداء على الأعراض وإلى قتل الناس في الشوارع وإلى قتل المتظاهرين بالرصاص عجيب يعني حكومة مصرية وطنية تضرب بالرصاص مواطنيها وتقتلهم ويعني فعلت فعل الإنجليز في عدة أوقات وفي عدة أماكن صار هذا واستمرت سيل المفاوضات العقيم إلى أن ألغى النحاس المعاهدة سنة 71 و300 و1000 يعني سنة 1951 لكن هناك مواقف أن أريد أن أبرزها وأبينها لأهميتها كان هناك رئيس وزراء اسم محمود فهمي النقراشي باشا هذا وزير رئيس الوزراء أيضا ألف وزارة وكان أيضا أخذ الشعب المصري بالبطش والشدة كالعادة في هذه المرحلة الستينات الهجرية الأربعينات الميلادية تغير رؤساء الوزارات في مصر واتجهوا إلى البطش بالشعب بينما لم يكن هذا معروفا ولا مفهوما قبل ذلك والسبب أن بريطانيا تضغط عليهم تضغط عليهم ويريدون أن يحققوا بعض المكاسب في وزاراتهم حتى يعاد انتخابهم قضايا حزبية صغيرة ودنيئة فيضغطون على الشعب ويضربون الشعب مقابل أن يهدأ الشعب ويسكت الشعب حتى يستطيعوا أن يمرروا ما يشاءون للأسف هذا الذي حصل فهناك محمود فهمي النقراشي حصل شيء رائع أنا أريد أن أذكره لكم في الحقيقة لأهميته ذهب إلى نيويورك ليعرض قضية مصر على مجلس الأمن وكالعادة قلت لكم في حلقة من الحلقات الماضية قضية المفاوضات العقيمة جدا هذه التي يدور في فلكها أساسة المصريون ثلاثة وثلاثين عاما ما أنتجت شيئا كما يدور اليوم المفاوضة الفلسطيني مع اليهودي من سنوات طويلة جدا ولم ينتج شيئا فباختصار شديد هذا لما ذهب محمود فهمي النقراشي ليعرض قضية على مجلس الأمن كان هناك أحد شباب الإخوان سافر إلى نيويورك اسم مصطفى مؤمن في جلسة مجلس الأمن بعد الظهر افتتحت الجلسة في موعدها موعدها لكن حادثا لم يسبق له مثيل في تاريخ المجلس وقع في بدايتها إذ الأستاذ مصطفى مؤمن ما كاد يرى النقراشي باشا يحتل مكانه المعتاد ليلقي بيانه حتى خرج انظروا إلى جرأة جرأة الشباب وقوتهم حتى خرج من مكان المتفرجين لأنه يسمحون بمتفرجين يأتون إلى مكان الأعضاء والسكرتاريا فحدثت ضجة بين الأعضاء فطلب الرئيس منه أن يلزم النظام ثم دع الحراس لإخراجه من قاعة المجلس وكان الساد مصطفى مؤمن يلبس طربوش المصري حتى يلفت الأنظر إليها أكثر لكنه إلى أن جاء الحراس يستطيع أن يلقي الكلمة التالية اسمعوا يقول أتقدم إليكم باسم جميع الشعوب الشرق الأوسط وبالنيابة عن إخوان المسلمين نحن نطلب أن تعامل قضيتنا بالعدالة التي أصبحت جديرة بها فإذا لم يحدث ذلك فإن ألوفا من الناس سيبذلون حياتهم رخيصة في الكفاح من أجل حرية بلادهم ثم أخذ أوراقا معه وصار يلوح بها هكذا أوراق وقال ونحن نطلب الحرية ونحن نطلب الحرية ولكن حارسيني مع نائب رئيس ضباط الأمن أخرجوه وظل يخطب بصوت عال حتى خرج فساد الذهول أعضاء المجلس أول مرة تحدث في تاريخ المجلس أن يتقدم شاب جريء وأن يعمل مثل هذا العمل وأن يصنع مثل هذا الصنيع لكن هكذا الحقوق تأخذ غلابا وبقوة ما يعني النقراج يسير قبيرا كالعادة ويرجو العالم كالعادة كما نصنع نحن الآن للأسف في ذل وهوان مع الأمم المتحدة نرجو العالم أن ينصرنا على اليهود ونرجو العالم أن يعيد لنا حقنا المفقود في العراق ونرجو العالم أن يعيد لنا كذا وكذا والعالم طبعا لا يلتفت لأذلاء الضعفاء إنما تأخذ الدنيا غلابة طيب والحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدقه مثلا ليست لاعبا ولا مزاحا العالم ما يفهم إلى لغة القوة فطبعا خرجوا أستاذ مؤمن من قاعة وتبيعوا بعض من دوبي الصحف إلى قاعة الصحافة الواقعة خلف قاعة مجلس الأمن مباشرة وتأثر الأعضاء بقول مؤمن إن ثورة ستشتاح واد النيل بدون ريب إذا حدثت مفاوضات وإن النذير قد بدأ اليوم في حوادث القاهرة وإنه يريد أن يعلن ذلك للعالم كله وقال أريد أن أكرر عليكم ما أبلغت المجلس الأمن من قبل قبل مناقشة المسألة المصرية اليوم فإن أعلن أولا أن استئناف انظروا شاب صغير يقول للصحفي العالم هذا الكلام بجرأة وقوة أعلن أولا أن استئناف المفاوضات سيلقى مقاومة شعب واد النيل بأسره يعني مصر والسودان وأعلن ثانيا أن فصم يعني قطع عرى وحدة واد النيل ستضر السلام العالمي وأعلن ثالثا أن سياسة الدول الكبرى التي تسعى إلى مصالحها الاستخرابية هو قال استعمارية لكلمة صحيحة الاستخرابية دون النظر إلى الأمم المهضومة الحقوق ستدفع هذه الهيئة إلى المصير نفسي لأن دفعت إليها هيئة الأمم من قبل يعني أي الموت والاندثار من عالم الوجود ولقد تلقيت وقد تلقيت من القاهرة اليوم وثيقة كتبها شباب مصر بدمهم هم يعربون فيها عن الرأي الذي أبديت لكم الآن تماما وبعد الفاصل سأكمل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات الحركة التي عملها مصطفى مؤمن والجرأة والقوة عملها شاب آخر أيضا محامي اسمه أحمد كامل قطب أحمد كامل قطب دخل إلى قاعة المجلس وأراد أن يقوم بمثل مقام بمصطفى مؤمن فأخرجوه لكن العجيب أن النقراشي بهت وبوغت مع مصطفى مؤمن لكن هنا مع أحمد كامل قطب دخل إلى ناعتاد فقال له أخرج يا مجرم أخرج يا مجرم هكذا فتعجب الطالب لقي النقراشي بعد ذلك بيوم في مكان في نيورك وقال له كيف تقول أني مجرم أمام الناس قال إذا عملت هذا العمل فأنت مجرم قال إذا كان أحدا هو المجرم فأنت المجرم في حق مصر وفي حق نفسك أسمعه كلاما صعبا وصعبا جدا يعني كانت الروح المصرية آنذاك في القمة الشباب الحركات النشطة نعم مصطفى مؤمن رجل من الإخوان المسلمين ورجل ربي على الإسلام وكذا والإسلام طبعا بطبيعته أن يقذف في قلبي صاحبي العزة والكرامة ولا يقبل الذل والهوان لكن أيضا الجرأة الروح الوطنية وصلت إلى درجة رائعة جدا والجرأة الإسلامية والعزة والكرامة الإسلامية فاجتمعت عند مصطفى مؤمن وعند أحمد كامل وغيره وهذا يدل على تطور الوضع في مصر يوما بعد يوم بشكل جميل ورائع جدا أيضا الذي حصل هنا في المفاوضات بعد ما رجع النقراشي والمفاوضات هذه مستمرة والوضع في الحقيقة سيء جدا من قضية المفاوضات طبعا جرت بعض حوالث الاغتيال علي ماهر قتل لأنه أعلن انضمام مصر ضد ألمانيا يعني أعلن حالة الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية محمود فهم النقراشي باشا نقل قتل مجموعة قتلت لكن الإنجليز بدأوا يشعرون أن وجود الإخوان المسلمين في مصر كحركة إسلامية بدأ يضايقهم مضايقة شديدة وبدأ يشعرون أن هذه القوة الناشئة في مصر هي قوة خطيرة عليهم وعلى مستقبلهم وعلى مستقبل كل القوة الاستخرابية في المنطقة فتدأوا يكيدون لها كيدا خفيفا في البدايات وكيدا دنيئا ثم التدرج هذا الكيد إلى أن قتل البنة بعد ذلك وسجن الإخوان وحل جماعتهم في أيام الاحتلال البريطاني قبل الثورة والقصة معروفة وطويلة أنا ما تعنيني هذه القصة الآن لكني يعنيني منها أعمال الإنجليز الإنجليز في الحقيقة أرسل بعض أفرادهم ليحرق بعض الكنائس الصرانية والمعابد اليهودية في القاهرة وهذا الصينية من أجل أن يلسق التهمة بعد ذلك بالإخوان وهذه أعمال دنيئة تعودنا عليها أن تحدث يعني الأسف الشديد يقوم بأعمال دنيئة يريدون أن يحرضوا الشعب ضد المسلمين الصالحين العاملين والدعاء ويحرضوا القوى الاستخرابية العالمية أيضا كان من شأن بريطانيا أن توقظ أمريكا على وجه الخصوص وتنبهها من هذا الخطر القائم في مصر الجديد الذي يسمى بالإخوان المسلمين جريدة فلادلفيا تريبيون اسمعوا في عدد 25-45-47 تعرضت فيه الإخوان المسلمين وقالت إن عدم الاستقرار في مصر لا يرجع كله إلى الحمية الوطنية بين المصريين أنفسهم فهناك على سبيل المثال ما يسمونه جمعية الإخوان المسلمين وهي التي غدت مسؤولة عن عدد من الحوادث التي وقعت في مصر أخيرا إن نشاط هذه الجمعية في صالح الإسلام أكثر منه في صالح المصريين طيب الحمد لله وضد المسيحية أكثر منه ضد البريطانيين هنا التدليس وهنا الهدم وهذا يفسر الهجوم الذي وقع أخيرا على كنيسة قبطية والهجوم الذي وقع منذ عام مضع الكاتدرائية البريطانية في القاهرة أي مجمع الكنائس وعلى معابد اليهود والكنائس اليونانية في الإسكندرية طبعا كل حوادث مدبرة والإخوان معروفون لا يهاجمون كنائس ولا شيء لقد بدأت هذه الحوادث تظاهرات سياسية وانتهت كمظاهرات العنف يقوم بها المتعصبون المسلمون والدولة التي تراقب هذه التطورات باهتمام وتعتبر الدولة التي تستفيد من ذلك هي روسيا فإذا استطعت أن تثير الدول يدخلنا في قضية روسيا ومريكا وكلام الفارغ الذي كان بينهم الحرب الباردة لكن انظروا هجوم على الكنائس المعابد من تدبير الإنجليز ليتهموا الإخوان بعد ذلك بهذه الاتهامات حصل كلام طويل من أوجزه بأن النحاس باشا طر إلى إلغاء معاهدة التي وقعها هو بنفسه معاهدة 1936 والتي كان فيها في الحقيقة حيف كبير على مصر لكن يقول النحاس مدافع نفسه إنني طررت للتوقيع لهذه المعاهدة وسمى هو بنفسه معاهدة الذل والعار بينما كان بعد توقيعها في تلك السنوات كان يقول إنها معاهدة مشرفة ومعاهدة جيدة ومعاهدة كذا ثم سماها معاهدة الذل والعار بعد أن ألغاها بـ 15 عاما من توقيعها ألغيت المعاهدة فثارت بريطانيا ولم تعترف بإلغاء المعاهدة من جانب واحد لا هي ولا فرنسا طبعا فرنسا ذيل لبريطانيا وحصل من إلغاء هذه المعاهدة جملة أمور مهمة ومهمة جدا فلم تعد التسهيلات لبريطانيا قائمة في مصر لم تعد البواخر بريطانية لها الأولوية في قناة السويس لم يعد البريطانيون يأتون مصر بدون تأشيرات ختم تأشيرات من لندن بدون تأشيرات لا بد أن يختم التأشيرات من السفارة المصرية في لندن مثل أي أجانب يأتون إلى مصر يعني عاملت الحكومة المصرية الحكومة الإنجليزية ووجود القائم في مصر على أنه وجود أجنبي تماما وأن بقاء الحكومة المصرية في القناة الآن هو بقاء غير شرعي أبدا وهم مغتصبون للقناة ذلك لأنه قبل سنوات من هذه الحادثة اضطر الإنجليز تحت الضغط الثورات الشعبية المتلاحقة أن يخرجوا من القاهرة ومن اسكندرية ومن مدن كبيرة وأن يلتجوا إلى قناة السويس ومدن مثل إسماعيلية وبور سعيد وبور توفيق وأن يمكث فيهم وعائلاتهم هنا الحكومة المصرية اعتبرت هذا المكث في مدن القناة مكثا غير شرعي وطالبت من بريطانيا الخروج تطورت إذن الأحداث تطورا كبيرا وكبيرا جدا جملة أحداث صارت بعد ذلك حكومة الوفد ألغت المعاهدة فمن نتائج هذا المزايا ذهبت واضمحلت امتنعت الجمارك عن بذل التسهيلات الجمهوركية الأخرى الخاصة بأولية المرور والتفريغ والشحن إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي كانت تقوم بها سفن أجنبية امتنعت السكك الحديدية عن أداء أي خدمات للقوات البريطانية أو نقل أي مهمات أو عتاد لها امتنعت الحكومة عامة عن أداء التسهيلات والخدمات التي كانت تؤديها للسلطات العسكري بريطانية ومنها مواد التموين منعت وصول ضباط وأفراد القوات البريطانية لداخل البلاد ما يتعدون من طقة القناة حرمت دخول رعاية البريطانيين المدنيين الذين كانوا يعملون في خدمة القوات البريطانية في الخارج ما لم يكونوا حاملين لجوازات سفر معتمدة من السلطات القنصلية المصرية في البلاد القادمين منها أنهت تصاريح الإقامة للبريطانيين الذين كانت إقامتهم في البلاد لسبب الخدمة في القوات العسكرية البريطانية أو لصالحها ألغت العمل بالتصاريح التي كانت ممنوحة من قبل موجب المعاهدة للسلطات البريطانية أو لأفرادها منعت هبوط الطائرات العسكرية البريطانية بالمطارات المصرية أو تزويدها بالبيانات الجوية الفنية أو بأي نوع من التسهيلات يعني تطور رائع ورائع جدا في شيء من العزة والكرامة المفقودتين منذ مدة طويلة جدا منذ دخل الاحتلال الإنجليزي إلى البلاد المصرية طبعا صدم الإنجليز من هذه المعاملة صدم صدمة كبيرة جدا وخسائد بريطانية توالت بشكل كبير وعجيب لأن سفنها تكدست في منطقة القناة سبع عشرة سفينة تكدست تنتظر وقتها حتى تفرغ والعمال طبعا تلكأوا وبعضهم أضرب ما رضي فخسرت بريطانيا لحو مليوني جنيه في أسبوع واحد طبعا بريطانيا هنا بدأت تتحرك أولا طبعا عملت خطة لحريق القاهرة هذا حريق القاهرة مشهور جدا في 26 يناير 1952 حرقت بريطانيا القاهرة أكثر من 700 مكان ومنزل أحرقه في القاهرة في مؤامرة دنيئة من بريطانيا لتنتقم من الحكومة المصرية وأيضا حاصرت الحكومة البريطانية المصريين في الإسماعيلية وهذه قصة سأتي عليها إن شاء الله تعالى وأيضا في احتراق محل احتراق القاهرة كان كل الحرائق تمت بأسلوب واحد من موجه أصابع الاتهام إلى الحكومة البريطانية في نفس ليلة الحريق ما سطح نحاس باشا أن يقاوم ولا سطح أن يفعل شيئا فقدم استقالته للملك قدم استقالته للملك والملك رفضها ثم عين حاكمها عسكريا القضية انتهت طبعا بعد ذلك بفوضى تامة في البلد وهذا عجل بقيام الثورة المصرية ثورة الضباط الأحرار ضد الملك فاروق كما ذكرت في المرة الماضية النحاس باشا لم ألغى المعاهدة للأسف الشديد كالعادة ما وضعت الحكومة المصرية خطة مفصلة تتناول ماذا بعد المعاهدة ماذا بعد إلغاء المعاهدة هل نبهنا الشعب هل حصل وعي للشعب بنتائج إلغاء المعاهدة هل سلحنا الشعب ليقاوم البريطانية قطعا سيقاومون إلغاء المعاهدة ويقومون بحركة مضادة عسكرية هل أفهمنا الشعب أصلا شيئا من ذلك أبدا هذا ما حصل بالنسبة الحكومة المصرية أيضا الحكومة المصرية بالنسبة لكل القضايا هذه ما كان يخطر ببالها ولم تضع في حسباني أن يحصل تطورات كبيرة في الساحة مثل الذي حدث بعد إلغاءها المعاهدة يعني التحركات البريطانية العسكرية المضادة ما كانت تحسب لها أي حساب الحكومة المصرية وعرضت رعاياها لمجازر بريطانية في منطقة القناة سأتي عليها في الحلقة القادمة التي تذكر جرائم البريطانيين في مصر فعرضت رعاياها لجرائم وعرضت رعاياها لأمور ما حسبت لها حسابا كالعادة ألغوا وما حسبوا الحساب ولا وضعوا خطة جيدة ولا أعدوا المتطوعين من الأفراد ولا فعلوا شيئا من ذلك للأسف الشديد يعني القضية قضية فوضى وأي فوضى هي في الحلقات القادمة سأبين الجرائم التي قلت بها بريطانيا ثم رد الفعل الجهادي الرائع الشعبي على هذه الجرائم فابقوا معنا الأخوة والأخوات إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته